اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهي إلى الأبقان فهم مطمحون واجعلنا من مين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسباء عليهم أنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجو يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازيون ألم يروا كم آلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محزرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك بقدير العظيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله عتاما إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محذرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صرات مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبقوا السرات فأنا يبصرون ولو نشاء لتمصنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أما لم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي يجعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقابر على أن يخلق مثلهم بنا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر